اخبروا الرياضة من قناة جلد زادة الالكترونية اهلا بكم البداية بكأس الكونفيدراليا الافريقية لكرة القدم اين يواجه في هذه الاثناء فريق شبيبة الصورة فريق روايا الوبيلاد الاسواتيني بملعب خمسة جوليا الولمبي وهذا لرسم الجولة الثانية من كأس الكاف ويسعى نسور الجنوب لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعويذ الخسارة في المباراة الجولة الماضية وتحقيق اول ثلاث نقاط في دور المجموعات لتجنب الحسابات المعقدة في المنافسات القرية مستقبلا الى موضوع اخر فندت الاتحادية الجزيرة قرة القدم عبر موقعها الرسمية كل الاخبار التي تنقلتها بعض وسائل الاعلام حول رفع عقوبة الاستقدام عن الاندية المدانة بأقل من ثمانية ملايير سنتيم فأكثر الفاف اضافت في بيانها ان المكتب الفيدرالي لم يتخذ اي قرار بشأن هذه الاجراءات فيما ستواصل غرفة تسوية النزاعات تطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الصدد محليا الآن يقترب اللاعب الجزائري في صفوف الترجي التونسي عبد الرؤوف بنغيث من العودة الى البطولة المحترفة من بوابة فريق شباب بالوزداد وذكر التقارير صحفية تونسية ان ادارة شباب بالوزداد ونظرتها من الترجي التونسي يكون قد اتفق على حسم الصفقة خلال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات التي جمعت الفريقين ويتواجد بنغيث في وضعية صعبة مع فريقه التونسي بسبب مشاكل مالية الامر الذي دفع ادارة ابناء العقيبة للتفكير في خطف اللاعب ليكون اخر صفقات المركاتو الشتوي الحالي دائما مع اخباري الاندية لين رسم نادي شباب قسنطين صباحة اليوم انضمام كل من مهاجم نصر حسين داي وليد عرجي ومتوسط ميدان هلال شلغوم العيد زاركارية جموح ليصبح بذلك اول تعقدات السنفر خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية النادي القسنطيني يطمح لدخول مرحلة الاياب بقوة وتحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة خاصة في ظل اسرار ملاك النادي على الظفر بمركز مؤهل للمنافسة القرية في اخبار المحترفين فوت الدول الجزائر يوسف بالليلي منح فريقه براست فرصة تحقيق الفوز في لقاء الذي جمعهم ضد فريق رامس بعدما اهدر ركلة جزاء وتحصل الزوار على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والخمسين اهدرها ابن الباهي وهران بعد تصدي رائع من حارس رامس الذي ابقى النتيجة متعيدة لهدف في كل شبكة وتم استبداله بالليل في الدقيقة الواحدة والسبعين فيما بقى بقي اقول مواطنه بالقبل في دكة البودلة طيرة اطوار المواجهة كما انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله بهذا مشاهدين نصل وياكم الى ختام هذا الموجز الرياضي نشكركم على حسن الاسغاء والمتابعة اشتركوا في القناة